شروط الربح من الفيديوهات القصيرة عشرين تلاتة وعشرين وانتهاء زمن الساعات العلنية مع السلامة للي عايز يمشي بقى فيه شروط وحد أدنى أفضل بكتير جدا من أجل الانضمام إلى برنامج شركاء اليوتيوب الأول علشان حضرتك تكسب من الفيديوهات القصيرة سواء كنت مفاعل ربح أو غير مفاعل للربح تقدر تحصد مكافئة الفيديوهات القصيرة اليوتيوب لعبها صح في عشرين عشرين خلى العالم كله يعمل شورتز في عشرين اتنين وعشرين بدأ يقول لحضرتك نهاية مكافئة الفيديوهات القصيرة اللي كنت حضرتك بتحصد من مئة دولار إلى عشر تلاف دولار ولكن مع السلامة لمكافئة الفيديوهات القصيرة ومع السلامة للصندوق المالي للربح والمخصص للربح من الفيديوهات القصيرة وتعالى تعالى بقى تعالى تعالى يوتيوبر تعالى تعالى شوف 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 اليوتيوب هنا بقولك مش محتاج انك تحصد سعادة علانية لان انت عندك الف مشترك او مش اربعة تلاف ساعة خلاص او عشرة مليون مشاهدة صالحة من مشاهدات الشورتز في اخر تسعين يوم وهنا تبدأ تكسب وتدخل وتنضم الى برنامج شركاء اليوتيوب وتاخد نسبة من ارباح اليوتيوب انت بالنص وانا بالنص 45% وانا 45% وعشرة في المية للترخيص فهمتني؟ فدي ارباح انت تقدر تكسب انت دلوقتي عندك انت ازاي تبدأ تنضم الى برنامج شركاء اليوتيوب بس اخد بالك احنا لسه الى هذه اللحظة ما نعرفش حضرتك لما تجيب عشرة مليون من اول مرة طيب بعد ثلاث شهور ما جبتش ايلا هيحصل طيب هل المحتوى ده محتوى يحقق ربح ولا اي محتوى خلاص ده كله احنا لسه ما نعرفوش بس اللي عرفو ان الشروط بدأت اقل الاول حضرتك علشان تحصد مكافأة من مكافأة الفيديوهات القصيرة لازم يكون حملت فيديو في 180 يوم لا دلوقتي بقى 90 يوم 10 مليون مشاهدة مش محتاج انك تقول انا محتاج الفيديوهات القصيرة يتم احتسابها مع الساعات العلنية ليه؟ لان الساعات العلنية بدأ يكون ملهاش قيمة من نسبة لليوتيوب في اليوتيوب والفترة اخيرة وانا تأكدت ان الفترة اخيرة فيه خلل بيحصل في الساعات وانخفاض في الساعات وانخفاض في الاحصايات وده كله بسبب تعديلات اللي بتحصل ولسه هتحصل وانتظروا التعديلات اللي هتبدأ بشكل مستمر تحصل في الاحصايات وفي ستوديو اليوتيوب وده رأيي الشخصي كمتوحد فكرة لكن الشروط واضحة قدامنا وضوح الشمس وهو الحصول على الف مشترك وعشرة مليون مشاهدة وده شروط جديدة جدا علشان تبدأ تكسب وهنا اليوتيوب بقولك ايه خمسة واربعين في المية ده شروط الربح من الفيديوات القصيرة مش هتكلم بقى على الحد الادنى لانا اتكلمت على الحد الادنى في الفيديو اللي فات انا بتكلم ذوقتي على شروط يعني انسى ده كله مع السلامة مع السلامة ده كله مع السلامة ده كله مع السلامة يعني انا بقولك ايه بقولك ايه الفيديوات الغير مؤهلة الغير اصلية معنى كده ان المراجعة هتتم مراجعة الفيديات القصيرة ما نعرفش ما لاجه نضم حيات كم يوم في الانضمان خمس ايام عشر ايام طيب افرد كانوا أقل من عشرة مليون بعد كده ايه اللي عيه حصل ده كله هنجاوب عليه في المستقبل لان احنا مش عارفين المستقبل في ايه بس اللي مطلب من حضرتك انك تستمر في انشاء المحتوى مبروك للمستمين جدا بالشورتز اخبار حلوة تقدر من دلوقتي انك تشتغل على الشورتز لو انت مهتم او انت منشئ محتوى مميز في الشورتز لكن انا في المتواحد فكرة برأي الشخصي كيوس في الباز انا مش هنزل الشورتز كيوس في الباز لسه الى هذه اللحظة لما ابدأ بالفعل واشوف ارباح قدام عيني وانازل فيديو واشوف قدام عيني ابدأ اقول لك لكن ابدأ من دلوقتي انازل الشورتز في عشين ده ده وعشين لسه خلال تلت تشهر وتلت تشهر دول اقلسر على الارب ايم يبقى انا وانت بنعذر واللي جاي احسن ان شاء الله هنسمع كلام كتير جدا من كل موشين المحتوى كل واحد هقول كلامه كل واحد هقول اللي هو عايزه وكل واحد هقول وجهة نظره وانا بقول وجهة نظر بقناة المتوحد فكرة انت وجهة نظرك ايه بقى هتمنى اكتبلينا في التعليقات ولو حضرتك مؤيد للتحدثات دي اكتبلينا في التعليقات لو معارض وشايف ان الفيادات القناة الصغيرة اللي بتعمل طبخ اللي بتعمل حاجات دي اللي بتحصل على الف مشاهدة من الفيادات القصيرة اللي مش بتعمل هشك بشك لان الفيادات القصيرة كلها هشك بشك فاهم؟ كده انت فاهم يعني الفيادات القصيرة ده هتنظره كتير جدا انا متأكد هتنظره القنوات الصغيرة هي ظلم واضح وبين من اللي بيحصل ده شكرا